استقبل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس برلمان زمبابوي والوفد المرافق له واستعرض رئيس مجلس النواب خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلماني مؤكدا ضرورة التنصيق المشترك في المحافل الدولية والإقليمية إذا القضايا محل الاهتمام المشترك وجدد رئيس مجلس النواب التأكيد على أن مصر لا تعارض حق الشعب الإثيوبي في التنمية وإنما تريد اتفاقا قانونيا وملزما بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي يحفظ الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل واصفا القضية بأنها قضية حياة ووجود للشعب المصري